لماذا نقول كل ألحان الكنيسة والتقوص باللغة الإبطية ولماذا لا تقال كاملة باللغة العربية حتى يفهم عامة الشعب الصلاة ومدى عمقها فكثير من الشعب لا يفهم اللغة القبطية شوف أنا أقولك بصراحة بصراحة ربنا اللغة الإبطية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والكلام ده اللغات المتعددة دي عاملة مشكلة شوية لأن احنا في فترة انتقالية بس يعني لكن أنا ما اعتقدش وما بشوفش في كنايس كتيرة قوي أن السلب اللغة الإبطية زي ما حدثتك بتقول ده كتير خالص يمكن في الأديورة بيحاولوا بقدر مستعي يحافظوا على اللغة الإبطية لأن دي اللغة الفرعونية اللي هي بتاعت أباءنا وأجدادنا فنوع من الكالتشر القبطي أو الثقافة القبطية أنهم يحافظوا على الفن الإبطي واللغة الإبطية وكل ما هو قبطي عشان دي الـ identity بتاعتنا دي الوجود بتاعنا كمصريين ولاد المصريين القدماء مش كمسيحيين لا الفرع كبير قوي احنا كمسيحيين احنا في المسيح يسوع واللي في المسيح دول قاعدين بيتكلموا هندي انجليزي فرنساوي كلهم في المسيح يسوع ملوش دعوة اللغة خالص لكن زي ما بقولك في معظم الأوقات الناس بتحاول اللي بيصلوا بالإبطية بيحاولوا يحافظوا على جزء من اللغة الإبطية يسمعك الجزء اللي هو كان أصلا بيصليه الناس أو بيتكلموا بيه أجدادك يعني لكن العربي طبعا أنا شوف نشوف ناس كتيرة بتسلم العربي أنا هنفق عن نفسي بيصلي معظم الأداس إذا كانش كله بالعربي وخصوصا لو مع الناس لو بيصلي في الدير هيبقى الرغبان اللي ورايا فهمني لو صليت إبطي فبينقلوا معي على طول اللغة ويصليوا إبطي فما فيش مشكلة لكن في العالم معظم الكهنة دلوقتي يعني بيصالوا بالعربي وفي بره مصر بيصالوا بلغة الدولة فبتوع الفرنسيين والكنديين الكيبكوة وكذا بيصالوا بالفرنساوي الناس اللي في بلاد اللي بتكلم باللغة الإنجليزية بيصالوا بالإنجليش وكنيسة كنيستنا كنيسة محترمة وسبقت كنايس تانية صدقوني أنا مش بها تحكي عليكم سبقت كنايس تانية فإنها تأدابت أو تتبنى لغة الدولة اللي بتروح تصلي فيها ويصلوا باللغات بتاعة الدول دي علشان عيالنا وأولادنا اللي طالعين في الدول دي ما يبقاش عندهم بارير واللي عندهم مشاكل يعني في أو حجوزات حاجة تحجزهم من أنهم يعرفوا ربنا ويعرفوا الكنيسة باللغة اللي هما بيفهموها أصلا فأنت هتلاقي كنايس كتيرة برما ولا بتصلي إبطي ولا عربي بتصلي إنجليزي فعشان كده بقولك اللغة مش هي المشكلة اللغة لما بيلاقي يا أبونا أن الناس مش فاهمين إلا باللغة دي فبيصلي لهم باللغة دي ودي حاجة كويسة جدا وأنا بحترم جدا الكنيس وبحترم الآباء وبحترم الخدام اللي بيحترموا كالتشر الدول اللي بيرحولها فإحنا لما كنا في أفريقيا كنا بيصلي بالسوهيلي والكيكويو والكيكامبا والأبلوية اللغات المحلية بتاعت القبائل احتراما ليهم وعملنا ساعتها الخلاجيات بتاعتنا بلغاتهم أنا يمكن مش فاهم قوي اللغة لكن الناس فاهمين لازم احترم الكالتشر وبعجبني جدا 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 وبرفع الشابوزة ما بيقولوا للكنيس المحترمة اللي بره مصر اللي هي بتصلي بالإنجليش عشان ولادنا اللي ما فيه فاهمش غير بالإنجليش وبحترم الناس الكبار الأباء والأمهات والجد والتيتة اللي هم بره بيدوسوا على نفسهم عشان خطر ولادهم ولا ولاد ولادهم يبقوا في المسيح لأنه هو عاوز ابنه يبقى في ربنا مش عاوزه يبقى في العالم فمش مهم اللغة خالص لإبتي ولا عربي ولا أي حاجة المهم أن الأجيال اللي طلعها تفهم ربنا بلغتها فعشان كده السؤال ده كان ممكن يتسئل مثلا من عشرين سنة عدت وأقول لك لكن دلوقتي ما أعتقدش أنه بقى مشكلة في معظم إبراشيات العالم اللي فيها الكنيسة الإبطية ونشكر بنا الكنيسة الإبطية في كل العالم وأنا لفيت عليهم كلهم يعني أعرف شكرا